سبع نصيح مهمين في تربية الدواجن البيضة لازم تتبعهم واحدة واحدة علشان تقدر توصل لوزن مسالي وفي نفس الوقت علشان تقدر توصل لأرباح بشكل كويس وتعبك مايروحش بلاش وعلشان نعرف ايه هم السبع نصيح دولة فضلا وليس امرا نكمل معي الفيديو الاخر و لو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا بينا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه يا رب اشوفكم في احسن صحة وحال وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ندخل في الموضوع على طول رقم واحد وفي البداية لازم تكون بتشتري الكاتكوت من مصدر موصوق فيه ومصدر ده يكون معروف ومواصفات الكاتكوت الكويس عندك في القناة انزل وشوف في القناة مواصفات الكاتكوت الكويس يبقى مبدئيا لازم نشتري الكاتكوت من مصدر موصوق فيه من تاجر معروف او من مكان موصوق فيه والنوع يكون مناسب لنا ده اول نصيحة النصيحة التانية الاهتمام بالحالة الصحية للفراخ واعطاء طبعا الادوية والعلف والمناسب ليهم يعني نهتم الاهتمام بالحالة الصحية نشوف في اسهالات في كذا نحاول نعالجها الكلام ده كله ماشي والتطعيم والتحصيرات لازم نهتم بالادوية بشكل كويس دي رقم اثنين رقم ثلاثة الاهتمام بالنظافة نظفة المكان وتطهير المكان قبل ما نجيب الكاتكوت وبعد ما نجيبها يعني تطهير المكان بشكل كويس قبل ما نجيبها وبعد ما نجيبها الاهتمام بالفرشة والتطهير بشكل كويس يكون اول باول ونحاول ما نغيرش الفرشة يعني نحاول لو الفرشة توسخت او تبلت او جطلها ارتوبة والكلام ده كله في الفرشة ارتوبة زايدة ما نشيلش الفرشة عشان ما نهيدش البكتيريا نزود على الفرشة فرشة تاني تمام تالت حاجة وصلنا كده احنا اربح حاجة وهي الاهتمام بنوع وجود العلف المطلوب والذي يجب ان يتوافر فيه بعض المعادن والفيتامينات والاحماضة التي تؤدي الى نمو الدجاج في اسرع وقت بصحة جيدة طب هنعرف الكلام ده ازاي ايه الكلام ده سهل وبسيط هنشتري علف احنا معلناش مش لازم نعرف فيه من الاملاح الكويس او الكلام ده كله لا هنشتري من شركة موسوك فيها وشركة معروفة هنشتري العلف من مكان موسوك زايد يعني مش حد قالك مثلا هات علف وليكن مش عايز تسمي اسامي هات علف نوع كذا فانت تجيب النوع كذا تلاقي مشكلة معاك فيه لا ما انت تركز على حاجة تاني يعني زايد انك بتشتري علف كويس يكون بتشتري المكان اللي بتشتري منه يكون مخزنه بشكله كويس ما يكونش فيه رتوبة ما يكونش العلف متسلط عليه بشكل متسلط عليه اشيعة الشمس فانت لما تشتري العلف اول حاجة نوع الشركة تكون كويسة تاني حاجة تكون التخزين بتاعه بشكله كويس انت رايح تشتري من مكان هتشوف التخزين التخزين عامل ايه حالة التخزين عامل ايه تالت حاجة ودي اهم حاجة هتضص بعينك طبعا هما الشركات بتديك صلاحية اربع شهور ولكن لو في سوق تغزين ولا شهر هيبوز العلف معاك فانت هتبص على الصلاحية دي اهم حاجة تكون الصلاحية متعددتش الشهر يعني متكونش الصلاحية تعددت شهر حتى لو التغزين كويس انت مش مجبر انك تشتري علف متخزن في الاماكن او بقاله فترة كبيرة طيب ده بالنسبة العلف ماشي طيب احنا كده تكلمنا في موضوع اللي هو نصيحة العلف كده خلاص اللي هو الخامسة النصيحة الخامسة والنصيحة الخامسة يمكن بتعدد على بعض الناس مننا خصصا الناس المبتدئة وهي المساحة اللي انت حطت فيها الفراخ او اللي انت حطت فيها الكاتاكيت دي تخلي بالك منها بنسبة 200% لان المساحة دي بتسبب معاك مشاكل كبيرة جدا 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 ايه هي المساحة المساحة معروفة معاك يعني في المتر المربع وهم عمر كاتاكيت 35 كاتاكوت المتر المربع يعني ما ينفعش نزود عن 35 كتكوت في المتر المربع 30 زي الفل ل 25 زي الفل بس ما ينفعش نزود عن 35 ونبتدي نوسع المساحة درجة درجة يعني نبتدي نوسع المساحة درجة درجة معاك لحد وهي فرخة كبيرة يعني من عمر مثلا 25 يوم تكون المتر ياخد 10 فرخات حاول ما تزودش عن 10 فرخات لانه ده بيعمل احتباس حرارة وبيعمل مشاكل معاك كبيرة فالمتر للفراخ اللي الكبيرة الناجة اللي عمرها عدل 25 يوم المتر يكون بياخد معاك 10 فرخات يبقى اهم حاجة نركز عليها اللي هي المساحة المساحة دي لها دور مهم جدا جدا ويمكن بتسبب مشاكل كتير للناس ساتة حاجة بقى ودي مهمة وهي الاهتمام بالمية وكمية المية ونظافة المية المية دي لها دور اساسي يعني ممكن الفراخ تجوع معاك ساعة ساعتين تلاتة اربعة في برامج للتجويع ولكن ما ينفعش المية تتشال عن الفراخ تركز جامد جامد ما تهملش في موضوع المية المية تكون نظيفة تكون مية يعني نظيفة مش جاي بمية بايزة او كذا او كذا او مية مركونة تاني حاجة تكون النقطات او المية لو انت بتحط في سقيات تكون المية متوفرة قدامهم بمثابة الاربعة وعشرين ساعة في الاربعة وعشرين ساعة ما تسيبش كمان المية لما توسخ لو انت بتحط في سقيات حسيت المية وستخد غيرها يبقى دي هام حاجة برضو نقطة مهمة جدا جدا وهي موضوع المية ما ينفعش الفراخ لو عطشت بالتالي هيجي لها امراض ويتسبب لها مشاكل كتير ولا قدر الله لو زاد عن حدها تموت منك سابع حاجة ودي برضو بنعتبرها بنسبة مية في المية مهمة وهي التهوية لازم تكون المكان ما يكونش مكتوم على الفراخ يكون فيه نسبة تهوية بشكل كويس وما يكونش المكان داخل من هوا يعني ما يكونش فيه هوا مباشر على المكان يعني مثلا مش هتبقى مشغلهم مروحة متسلطة عليهم هتسبب لهم امراض كتيرة وبرد وزكاة موي ومشاكل هتدخلك فمشاكل الله حصر لها يبقى اهم حاجة تهوية كل مكان متهوى لو يعني الظروف اجبرتك على انك تشغل مروحة او الكلام ده كله ما تخليش متسلطة علي الفراخ يعني خلي المروحة هتبقى عكس الفراخ تقلب الهوا في المكان وتغير الهوا ولكن ما تكونش متسلطة علي الفراخ يبقى التهوية لها دور مهم جدا 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 في موضوع برضو الفراخ ما ينفعش الكتمة ما ينفعش نكتم المكان ما ينفعش المكان يتكتم لو السبع حاجات دولة اهتمت بيهم بشكل كويس انت كده مش محتاج حاجة يعني انت كده مش محتاج حاجة الفراخ هتطلع عندك صوبر وبسم الله ما شاء الله ربنا يكرمك ويبارك هتلاقي الفراخ عندك بنسبة كويسة جدا جدا ربنا نبارك لك فيها طبعا الادوي او الحد وكل ده كل ده بنتعامل بيه لما بتحصل عندنا مشاكل ولكن انا بكلمك النهاردة على اهم سبع حاجات عندك علشان الدورة تنجح عندك بشكل كويس دول يمكن من اهم سبع حاجات لازم تتبعهم ولازم يعني اهم سبع خطوات لازم تتبعهم يعتبر اساسيين في تربية الدواجر ما ينفعش نتخلى عن حاجة فيهم يمكن والله لو اتبعت السبع خطوات دول من غير ادوية ومن غير اي حاجة خالص هتلاقي طبعا الفراخ عندك زي الفل كمان العلف زي ما قلت لحضراتكم طبعا ده كان في الخطوة الخمسة حاولوا تركزوا عليه لان فعلا الناس كتير بتتخدع في العلف يمكن الشركات ممكن تقول شركة كويسة وكل حاجة ولكن انت بتشتري من تاجر ما عندوش ضمير مخزن العلف في مكان فيه شمسك كتير فيه نسبة رطوبة او العلف التاجر ده بيعوا قليل شوية جايب العلف فالعلف ركب معه فترة كبيرة عدة مدة الصلاحية فبالتالي انت هتقول انا جبت من الشركة دي والعلف باز او العلف كلام ده او العلف مالوش لازمة انا تخميت في الشركة اهو ما بيباش عيب الشركة ممكن يكون عيب التغزين لذلك لما بتجيب العلف بتلاقي بيقولك محذر من سوق التغزين الصلاحية كذا كذا والتحذيرات دي هتبص كمان في الورقة اللي في العلف اللي الصلاحية وانت بتفتح كيس العلف من فوق هتلاقي فيه طريقة الصلاحية مخطوم عندك هتعرف العلف دي بقاله معك قد ايه كمان في ملحوظة يعني ملحوظة كده هي مش من التعليمات ولكن هي ملحوظة مهمة برضو وقت ما بتغير العلف من باد النامي حاول تخلط نسبة وتناسب يعني نص باد على نص نامي في وقت تغيير العلف اليوم السبعتاشر او الثمنتاشر حسب ما الفراخ تكون كملت عندك 700 درام حاول تخلط العلف وتكلمتها في كذا فيديو الموضوع ده لانه مهم جدا جدا مع مراعاة انك تحط مضاد سموم يكون كويس وفي وقت تغيير العلف هتحط العلف يعني تكسم تحط لهم لمدة يوم او يومين علف بمعادل 22% اللي هو علف 23% على علف 21% تخلطهم ببعض وتحطهم للفراخ هيتدوك بمعادل 22% مع طبعا وضع مضاد سموم وغسيل كلاو يفضل انك تحط مضاد سموم وغسيل كلاو والكلام ده لمدة 48 ساعة يبقى تحط المدد السموم مرتين والغسيل كلاو مرتين كده والله بفضل الله الموضوع ده هتلاقي الفراخ معك ربنا كرمك فيها هتلاقي ان شاء الله الموضوع تمام التمام موضوع تربية الفراخ يا جماعة سهل وبسيط مفهوش اي مشكلة اللي حابب يربي في البيت لشخصه او اللي حابب يبيع او اللي حابب يتاجر الموضوع سهل جدا مفهوش اي مشكلة وده كان فيديو النهاردة ياريت لو عجب حضرتكم الفيديو لا تنسوا بالاشتراك والدعم في القناة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهدمتم في رعاية الله وحفظوه